راديو دبنغا أهلا ومرحباكم مستمعي الراديو دبنغا الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين سبع من شهر عشر سنة الفين أربعة وعشرين بجتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودعناوينها الطيران الحربي يقصف جبل مون ووصول أعداد من اللاجئين من مناطق بغرب دارفور إلى معسكر قرينا بشرق تشاد اشتباكات في الخرطوم ومحيط سلاح المدرعات وتجدد الاشتباكات في الفاشر وتبادل القصف المدفع بين الجيش والدعم السريع الطيران الحربي التابع للجيش يقصف حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان ومحامو الطوارئ يعلنون عن مقتل 30 شخص على الأكل في الغارة على شمال كردفان غرفة طوارئ جنوب الحزام بولاية الخرطوم تعلن عن رصدها 72 حالة وفاء الأسبوع الماضي والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دابنغا يقرى هليكم الصادق مصطفى زكريا تجدد الاشتباكات في الخرطوم بين الجيش وقوات الدعم السريع صباح اليوم وقال مواطنون أنهم سمعوا دوي انفجارات قوية وسط الخرطوم ومحيط سلاح المدرعات بالتزامن مع تصاعد الدخام في شارع الغابة وأحياء الامتدات والصحافة والجريف شرق وقال مواطن من أمدرمال لراديو دابنغا أنهم سمعوا أصوات الانفجارات في عدة مواقع بالخرطوم والخرطوم بحري من جهة أخرى تجددت الاشتباكات في الفاشر بين الجيش وقوات الدعم السريع صباح اليوم الأحد وقالت تنسيقية لجام قاومة الفاشر في بيان حصل عليه راديو دابنغا قالت أن الجيش وقوات الدعم السريع تبادل القصر المدفع الكسيف في المحور الشرقي والجنوبي للمدينة أعلن الجيش السوداني يوم السبت استعادة السيطرة على سلسلة جبال موايا في ولاية سينار وسط السودان بعد معارك دارية لعدة أيام فيما قال مجلس السيادة أن نائب القائد العام للقوات المسلحة الفرق أو الرقم شمس الدين كباشي أشرف على العمليات هناك ونشر طباط وجنود الجيش مقاطع فيديو أعلنوا خلالها إعادة السيطرة على مناطق جبال موايا بعد معارك دارية مع قوات الدعم السريع آخرها في مناطق البليجاف فنقوقة جبل وفي الأثناء قال مستشار قائد قوات الدعم السريع الباشط بيك في تقريد على مواقع أن قواتهم حققت انتصارات كبيرة على القوات المشتركة في إقليم دارفور كما ألحقت خسائر كبيرة بالجيش في منطقة جبل موايا بوسط السودان وفي الخرطوم أعلنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم عن وفاة وإصابة عشر مدني مساء أمس الجمعة بينما أدى محامو الطوارئ الاعتداءات المتواصلة من قبل قوات الدعم السريع للمدنيين في جزيرة توتي وتجويعهم ما أدى لوفاة أعداد 35 شخص دائين المجتمع الإقليمي والدولي لإدانة هذه الانتهاكات وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة دكتور محمد إبراهيم أقدر رحمن أن الوفيات ثلاث حالات من بينهم طفلين بحي العمدة وسبع إصابات يتلقون العلاج حاليا بمستشفى النو إسر قصف قوات الدعم السريع للأحياء السكنية بالثورات وأنبدأ أم درمان القديمة ولم يتسنى للوزارة حصر الحالات التي لم تصل للمستشفيات غادر نائب رئيس مجلس السيادة مالك أكار إير جلسات المنتدى السنوي للسلم والأمن الأفريقي الذي تقيمه مؤسسة أنبيكي في جنوب أفريقيا وذلك بعد وصول وفد من قوات الدعم السريع بقيادة القوني داقلو للمشاركة وبحسب إعلام مجلس السيادة فقد أبلق أعقار منظمي المؤتمر قبل مقادرته إلى بورد سودان بأن هذا استسهال لدماء الشعب السوداني ومحاولة إجبار السودانيين على التعايش مع جرائم الدعم السريع وهو أمر غير مقبول من جهة أخرى شارك وفض التفاوض بقوات الدعم السريع برئاسة العميد الركن عمر حمدان شارك في منتدى الحوار السنوي للسلام والأمن في أفريقيا والذي تنظمه مؤسسة تامو أنبيكي بمدينة جوهانسبير بجنوب أفريقيا وينعقد في الفترة من أربعة إلى ستة من شهر عشر تحت شعار نحو أفريقيا سليمة وآمنة وباحث المنتدى عدد من الموضوعات من بينها الوضع الحالي للسلام والأمن في أفريقيا والتهديدات والتحديات الناشئة والمتطورة والفرص والآفاق لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين مرتفعت حصيلة القتلى بسبب الغارة الجوية التي شنها الطيران الحربي التابع للجيش على سوق مدينة الكومة 76 كم شرقي مدينة الفاشر عاصمة شمال درفور إلى حوالي 65 شخص وأفاض الناشط المجتمعي بمحلية الكومة الصالح حريرين أفاد راديو دبنقا بأن هناك ثلاثة أشخاص من المصابين الذين تم إسعافهم إلى مستشدين توفوا متأثرين بإصاباتهم بينما هناك ثلاثة آخرين تم العسور على جسدهم صباح اليوم السبت داخل سيارة وذكر حريرين أن من بين ضحايا الغارة الجوية اثنين من أسرة مساعدة القائد العام لجيش عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر وهما زوجة شغيقه أحمد جابر وابنتها ترتيل أحمد جابر وأشار إلى أن هناك ضحايا مجهولي الهوية لم يتم التعرف عليهم منهم أطفال يعملون في الورنيش وآخرين يعملون في الدرداقات داخل السوق يذكر أن مدينة الكومة تعرضت منذ اندلاع الحرب إلى أكثر من ثلاثين غارة جوية عدت إلى مقتل العشرات وهي مدينة نزح إليها أكثر من خمسة واربعين ألف أسرة من مدينة الفاشر وبعض مدن دارفور والخرطوم من جهتها أدانت هيئة محامي دارفور القصف الجوي الذي استهدف سوق مدينة الكومة وفراش لأحد الموتى بشرق سوق مدينة مليت بشمال دارفور ما أدى إلى سقوط عشرات القتل والجرح من المدنيين الأبرياء من بينهم نساء وأطفال وجددت الهيئة في بيان تحصل عليه راديو دبنغة جددت استنكارها للحادث وما وصفته بالأفعال المجرم قانونا ودعت إلى ممارسة كافة الضخوط على قيادة الجيش لإيقاف القصف الجوي المتكرر على الأسواق وأماكن تجمعات المدنيين والمساكن المدنية وبكل أنحاء البلاد كما دعت المجتمع الدولي للمسارعة في اتخاذ التدابير اللازمة للحيلول دون تكراره ووقفه وتحميل المسؤولية لقيادة الجيش قتل 30 شخص على الأقل في غارات جوية للطيران الحربي استهدفت منطقة حمرة الشيخ بولاية شمال كردوفان وتتعرض منطقتها حمرة الشيخ وأبو زعيمة الواقعتين بولاية شمال كردوفان والتي تمر عبرهم الطرق الواصلة إلى العاصمة الخرطوم من إقليم دارفور تتعرض للاستهداف المتكرر من الطيران الحربي وقال بيان أصدره محمود طوارئ أن أكثر من 30 شخص على الأقل قتلوا وأصيب ما يزيد أميها آخرين في قصف جوية للطيران استهدف منطقة حمرة الشيخ وأبو زعيمة بولاية شمال كردوفان وأشار البيان إلى أن المقاتلات الحربية أسقطت نحو 6 برامل متفجرة استهدفت الأحياء السكنية وسوق حمرة الشيخ الرئيسي ما أدى إلى وفاة عدد كبير من المدنيين ونفوق كميات من الماشية كشف تقرير الوضع الوبائي للكوليرا الصادر من إدارة الترصد والمعلومات عن تسجيل 562 إصابة جديدة يومي الخميس والجمعة الماضيين منها 11 حالة وفاة ليرتفع التراكم والإصابات من 65 محلية في 12 ولاية إلى 20398 إصابة بينها 597 حالة وفاة وأعلن تقرير الوضع الوبائي لحمى الضنك تسجيل 177 إصابة يومي الخميس والجمعة بولايتي كسلة والخرطوم دون وقوع حالة وفاة ليرتفع التراكم الإصابات من 12 محلية في 4 ولايات إلى 910 إصابة منها 3 حالة وفاة وأشارت تقرير تعزيز الصحة إلى جملة من الأنشطة بعدد من الولايات في إطار مكافحة الكوليرا والتي شملت الزيارات المنزلية والحبارات المجتمعية والرسائل بأجهزة الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي قصف الطيران الحربي التابع للجيش محلية جبل مون بغرب دارهور صباح اليوم الأحد وقال المواطن محمد بكر من محلية سيربا لراديو دبنغا أن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني شن غارات جوية على محلية جبل مون مضيف أنه نسبة لانقطاع الشبكة لم يتمكنه من معرفة عدد الخسائر وسط المواطنين وأكد وصول أعداد كبيرة من اللاجئين من منطقة أبو سروج بغرب دارهور إلى معسكر جيرينة بشرق تشاد يوم 2 من شهر 10 الجاري مضيف أنه لم تصلهم المنظمات أو الجهات الخيرية حتى الآن مناشد الجهات الخيرية بالتدخل لتقديم العون لهم يذكر أن منطقة جبل أوم وعددا من المناطق بغرب دارهور شهدت معارك الأسبوع الماضي بين القوات المشتركة وقوات الدعم السريع مما أدى إلى نزوح مئات الأسر إلى شرق تشاد أضاف في هذا الخصوص نعم تم قصف الجوي صباح اليوم في محلية جبل مون ولات غرب دارهور ولكن نسبة لأسباب انقطاع الشبكة لم نتمكن أدد الحصائر للمرنين لكن إن شاء الله هنوفيكم للساعات القادمة إن شاء الله أما بنسبة للناس اللجوا من منطقة أبسروك إلى شرق تشاد وصلوا في مأسكر جرينة في شرق تشاد وصلوا هناك من يوم 12 لغات يوم 14 لغات تاريخ اليوم يعني ما جهة كده جهة خيري ما وصل ونازل غيرين في الآراء ونازل يختاجوا ماكل ومشرب وانهنا بأبرو الإزاء أنه نطالب جهات الخيرية اليوم قبل البكرة يدخل وأنه يوفر فيه الغزاء للمرنين إن شاء الله تفقت ياسر بشار بشير رئيس الإدارة المحلية بمحلية بورام بولاة جنوب دارهور تفقت وحدة النظيفة الإدارية بغرض الوقوف على عملية الصلح والمصالحات بين قبيلتين الهبانية والسلامات وقال ياسر بشار بشير رئيس الإدارة المدنية قال أن تشابك مكونات بورام ضرورة ملحة لفتح نوافذ جديدة للتعايش السلمي وإنزال السلام إلى أرض الواقع ومحو جراحات الماضي من جانبه ناشد يوسف علي الغالي تاجدين ناظر عموة الحبانية ناشد الجميع بالعمل من أجل الوحدة ونشر قيم التكافل والطراحم ومحاربة الشائعات وكافة الظواهر السالبة وقال المواطن هارون آدم ابطلة من وحدة النظيفة الإدارية أن زيارة رئيس الإدارة المدنية للوحدة الإدارية بغرض الوقوف على المصالحات والتعايش السلمي شكلت لوحة مميزة وهو ما يعزز طرابط النسيج الاجتماعي بين مكونات المجتمع وأضاف لراديو دبنقا بسم الله وصلاة 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 ورحمة الله الاسم هارون آدم عبدالله سليمان وحدة النظيفة الإدارية حقيقة نحن اليوم والله يسعدها أيما سعدها بهذه الزيارة الكبيرة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نجعلها خالصة لوجهه إن شاء الله وهذه اللوحة شكلت لنا نسيج اجتماعي متميز ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد السلام والأمان إن شاء الله في بلادنا الحبيبية أعلنت غرفة طوارئ جنوب الحزام بولاية الخرطوم عن رصدها 72 حالة وفاة مسجلة ومؤكدة الأسبوع الماضي وقال محمد أبدالله المتحدث باسم غرفة طوارئ جنوب الحزام قال لراديو دبنقا أنهم رصدوا 72 حالة وفاة الأسبوع الماضي منها 8 حالة وفاة في مستشفى بشائر بسبب حم الضنق مضيف لأن مربع 2 الإنقاذ أبوجة شهد وفاة أسرة كاملة بسبب قصف الطيران الحربي من بينهم خمسة أطفال وعضح أن الوضع الوبائي بجنوب الحزام كارثي مبين أن المنطقة محاصرة بالجوع والمرض والقصف نشير إلى أن أغلب المصابين بالأمراض المزمنة توفوا بسبب المضاعفات وأضاف لراديو دبنقا بالنسبة للوضع الوبائي في جنوب الحزام هو وضع كارثي بكل ما تحمل الكلمة من معنا يعني في الأسبوع الفات رصدنا أكثر من 178 حالة وفاة في مستشفى بشائر تمانية حالة وفاة في يوم واحد بسبب حم الضنق أيضا في حي الإنغاز موقع 2 الغوية الأسر القصف للطيران الحربي يتوفر قصرة كاملة مكونة من ستة أشخاص من بينهم خمسة أطفال هذا كل في سبوع واحد الخبر الأخير في النشرة يفتتح المنتخب السوداني تحت 20 سنة اليوم الأحد في الساعة الخامسة مساء بتوقيت السودان مشواره في تصفيات زون شرق ووسط أفريقيا سيكافة المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية للشباب وذلك بلقاء نظيره الجبوتي بملعب مجمع الزام بتنزانيا حيث أكمل شباب صقور الجديان جاهزيتهم لهذه المواجهة بأعداد مثالي بدأ قبل شهور بتجمع داخلي ببورد سودان ثم بمعسكرات طويلة في السعودية والجزائر والمغرب خاض خلالها عدد من التجارب الودية والتي بها اكتملت جاهزيته لخطف إحدى بطاقات التأخل بهذا الخبر مستمعين الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى التقيكم في نشر لاحق لكم مني أطيب التحايا